الحق والعدل طب العدل قيم على القانون طب والحق الحق بيقول والله يا جماعة أرض عربية يعيش عليها العرب بقالهم آلاف السنين ده الحق هل من حق حد تاني أنه ياخد منهم الأرض؟ لا هل من حق حد تاني يروح يموتهم ويقتلهم ويعذبهم ويقسرهم ويعتقلهم؟ لا طيب جي الحد التاني ده وخد قرار زي ما كنت بقول لكم من يومين خد قرار يقول يا جماعة أنا عندي رجال دين قفتوا وقالوا أن الأرض دي من حق دينيا وزي ما قلتلك قبل كده وفي حاجة اسمها أرض من حق دينيا يعني إيه؟ أرض أنا هنا مش بتكلم على مقدسات مش بتكلم على مكة المكرمة مثلا مش بتكلم على الأدس المقدسات اللي في الأدس تحديدا أن الأدس مدينة حيث هناك قصة تانية لكن هل في حاجة اسمها أنه مثلا تخيل نقول إيه؟ يا جماعة أنه لازم كل المسلمين اللي في العالم يروحوا يعيشوا في مكة المكرمة والمدينة المنورة هل في ده منطق؟ طبعا لا هتقول لي لا يوسف الأوطان ما لهاش علاقة بالديانة الوطن يضم مختلف الأديان ويضم أيضا ما بين جنباته حتى اللي مالوش دين ده اسم وطن أقول لك صح هذا حق بس الجماعة اللي جم من أوروبا الجماعة اللي جم من إفريقيا الجماعة اللي جم من الأمريكتين وقالوا يا جماعة إحنا ناس شريعتنا وديانتنا اسمها اليهودية وإحنا عندنا رجال دين بيقولوا إن إحنا لازم ناخد فلسطين دي بنقول لهم هذا ليس حق فيبدأ الناس دول يعملوا مجموعة من الأفعيل ويذهبوا إلى الأراضي العربية الفلسطينية أنزاك بعد مؤتمر بازل وبالمناسبة بدأوا يروحوا في موجات هجرة من قبل وعد بلفر المهم ويبدأوا يقرروا إنه هم هياخدوا الأرض دي بأي شكل من الأشكال طيب إحنا عايزين نشتري حطة قد هنا بقى دي الكذبة الكبرى إحنا عايزين نشتري الأرض فيترد عليهم مش عايزة بيع طيب ماشي إحنا هنقجر هنا فيقجروا ويعودوا بعد شوية أنا عايزة اشتري الأرض أنا مش هبيع بس الأعداد بتزيد فتتشكل عصابات اسمها كده العصابات الصهيونية بدأت تشتغل الأول في بدايات القرن العشرين ومن قبل وعد بلفر يبدأوا يجهزوا هجرات وكانت وقتها شركات الملاحة اللي كبيرة وقتها واللي كان بتمتلك أغلبها عائلة روتشلد الشهيرة كانت بتمول بعثات الهجرة أو موجات الهجرة الاستيطانية إلى الأراضي العربية فلسطين أنا زاك الناس دي بعد كده اللي راحوا واللي طلبوا يشتروا الأرض لأنه الأرض ما تبعتش زي ما الإعلام الصهيوني يحاول أن يروج ويستمر في الترويج وللأسف بينجح في غسل العقول حتى هذه اللحظة وعقل العيال الزغيرين تحديداً اللي في المدارس يتقلوهم ما هو أصل الفلسطينيين باعوا أراضيهم ما حصلش اتشكلت عصابتين عصابة اسمها شتيرن وعصابة اسمها أرجون عصابات مسلحة ميليشيات مسلحة على الأراضي العربية في فلسطين فبدأوا يروحوا انت هتبيع ولا لا؟ لا مش هنبيع تضرب وتتسحل وتتقتل وتتشرد ويتم الاستلاء على أرضك مركز الدراسات الفلسطينية على سبيل المثال هتلاقيه مدخم بالأبحاث وبالوثائق اللي بتثبت بما لا يدع أي مجال الشك بل حتى بعقود الملكيات والفلسطينية دايما هتلاقي عنده عقد الملكية والمفتاح بتاع البيت حتى لو البيت تهد حتى لو نزلته الجرافة على الأرض عنده العقد وعنده المفتاح على رأي ست فيروز سنرجع يوما ردني إلى بلادي هتلاقي إنه ما تم بيعه من أراضي لا يتعدى نسبة الواحد في المية مما تم الاستلاء عليه بفعل العصابات الصهيونية شتيرن و أرجون ثم بعد ذلك ما أطلق عليه جيش الدفاع وفصق للهجاناو طيب يعني الناس دي ما بعدش أرضها لا ما بعدش أرضها يعني الناس دي بتتقتل وبيتنكل بيها بقى لهم تقريبا حوالي 117 سنة القصة أطول من نكبة 48 بكتير ييجي بعد كده وعد بلفر ويقول لهم بصوا بلفر وزير الخارجية البريطاني آنازاك عشان فيه ناس متخيلة إن بلفر ده كان رئيس وزراء أهو ما كانش رئيس وزراء عشان دي معلوم خاطئة برضه ده وزير خارجية يقول لهم الأوضي دي بتاعتكم ويبقى فيه عندنا النص الشهير ما لا يملك وعد ما لا يستحق حصل كده دبحوا الناس تيجي تقول لي يعني فلسطين عمرها ما كان فيها يهود تلاقي طول عمرها فيها يهود زي ما مصر فيها يهود زي ما كل الأراضي العربية كان فيها يهود زي ما كل ما نعرفه باسم العالم الإسلامي في يهود وزي ما فخامة الرئيس إدى درس شديد الوضوح شديد الحسم شديد الحزم بأنه اليهود لم يكونوا أبدا متهدين في الأراضي العربية أو الإسلامية اليهود تم اتهدهم في أوروبا وفي أماكن كتير من العالم لكن مش عندنا يبقى النتيجة الأولى اللي احنا نطلع بها واحد باعوا أراضيهم كذب بيتم قتلهم والتنكيل بيهم بقالهم تقريبا 117 سنة أيها سحلوا ودفنوا داخل تراب أراضيهم أيها العالم كله تقامر ضدهم وضد العرب أيها حصلت النكبة في 48 فأصبح في عندك هنا بقى إيه مقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي وقررات الأمم المتحدة ونعب بقى نرس الأرقام وقرار التأسيم ويا ترى هنقبل قرار التأسيم طب احنا قابلين قرار التأسيم فييجي حتى الصهاينة نفسهم هم اللي يرفضوا قرار التأسيم ويقرروا كمان إنه ده احنا هنستولي على الأراضي التانية اللي الأمم المتحدة قالت إنها حق للفلسطينيين العرب الفلسطينيين فيقرر المحتل الصهيوني إنه ياخد الأراضي بتاعة العرب برضو برغم الشرعية الدولية الله طب مش أنتو قلتونا يا جماعة احنا هنمشي بالعدل وهنمشي بالقوانين وبقرات الأمم المتحدة ووصبت الأمم ومجلس الأمن والذي منه أيه طب ما تطبقوها بقى لا شيء غريب جدا طب ما بتطبقوهاش ليه ما بنتطبقهاش ليه علشان الاحتلال مسنود 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 قوي مسنود من كل التقايل اللي موجودين على سطح الكرة الأرضية مسنود من كل عواصم القرار للأسف الشديد اللي هي بتقرر للعالم كيف يمشي كيف يسير فضلهم يقولونا كيف نتنفس وكيف نشرب جرعة ماء واحدة بيقرروا لنا اقتصادنا يمشي ازاي بيقرروا لنا نظمنا السياسية تتحرك ازاي بيقرروا لنا مفاهيم الديمقراطية من وجهة نظرهم هما يقرروا لنا فجأة في غيبة من غياهب أو في غيبة من غيبات العقل والمنطق انه اسرائيل واحد للديمقراطية هو من الديمقراطية انك انت تبطهد الشعوب من الديمقراطية انك تقتل الاطفال من الديمقراطية انك انت تستولي على الاراضي من الديمقراطية انك انت تحتلف الامة التحدة تقولك انت محتلف اسعليك مسئوليات فانت ما تقومش بمسئولياتك هيا دي الديمقراطية طب الديمقراطية بتقول ان احنا فيه بيننا اتفاقات مبدئية علشان خاطر نوصل لحلول تخيل احنا اسلو تقريبا مالها 30 سنة دلوقتي احنا بنتكلم على حل الدولتين من ايام اسلو تصورنا انها بضع السنين لن تتعدى اصابع اليد الواحد وقتل رابين وماتت اسلو وقتل ابو عمار هل تموت القضية لا هنكمل